معنا الآن من جدة عضو اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري الدكتور هشام مروى دكتور هشام مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار مرة أخرى يعني الحديث والمعلومات عن وفاة معتقلين في سجون النظام السوري ليست بالمسألة الجديدة نحن نسمع عن ذلك منذ فترة طويلة وحتى قبل الحرب في سوريا السؤال هو ما الذي دفع السلطات السورية هذه المرة للإعلان بهذا الشكل عن أن هناك أعداد كثيرة ممن لقوا حتفهم داخل السجون بساء الخير لك والإخوة المشاهدين الواقع ملف المعتقلين موضوع وملف على درجة عالية جدا من التعقيد ومطلوب الحقيقة هناك تحريك هذا الملف بشكل دائم ما جاء في تقريركم عن تحرك إعلامي أو تحرك مجتمع دولي بالتأكيد جاء متأخرا وللأسف شديد لم ينجح أو لم تنجح كل المحاولات الحقوقية منظمات حقوقية صليب الأحمر منظمة العفو الدولية لم تنجح كل هذه للأسف منظمات في تحقيق أي اختراق في هذا الأمر الروس الآن الذين يسيطرون على الأسد وعلى سوريا مطالبون بأن يكشفوا عن مصير هؤلاء المعتقلين وأن بالوقت نفسه أن يمكنوا لجان تحقيق دولية متخصصة من الدخول إلى هذه المعتقلات وأن تكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين الوقت الذي ينبغي التنويه له أن هناك سجون سرية هذه سجون سرية هناك أخبار لا أذيع سرا لو قد يديرها يدير بعضها حزب الله والحرس الثوري الإيراني يمارس في هذه السجون هولوكوست حقيقي بكل ما تعني هذه الكلمة كل أشكال التعذيب المنهجي المستمر الذي أفضل إلى الاعتقاء إلى الموت الذي تم الإعلان عنه في هذه المرحلة الحقيقة الإعلان الذي تم جاء في سياق يعني يريد أن يعطي أن هناك نوع من الانفراج في العملية ولكن هذا التوجه للكشف عن المعتقلين كشف عن فعلا أن هذا غيض من فيض وأن هذا بعض ما يجري في السجون الموثق كما جاء في تقرير الشبكة الحقوقية السورية عام 122 ألف نحن نقول لا يقل عن 250 ألف والكشف عن مصير المفقودين الذين يقتلون يوميا كانت تأتينا تقارير عن سجون مثل 2015 يوميا يجري تصفية سجناء ومعتقلين يوميا تأتي السيارات لتنقلهم إلى أماكن إلى المستشفيات ليتم بالتالي دفنهم أو التخلص من جثثهم واقع السجون في سوريا هو الحقيقة ما حرك الثورة الاعتقاء اعتقال الأطفال في درعا هو ما حرك الثورة الذي كان التجليل أكبر للاستبداد والفساد الذي كان وما زال يمارسه النظام التأتيقالات مستمرة حتى هذه اللحظة يوميا في حملات اعتقال يوميا في معتقلين يوميا في تعذيب ما يتسرب من فيديوهات ومن أخبار من هنا وهناك الحقيقة يقتضي تحرك من المجتمع الدولي شديد لإلزام النظام وإلزام حلفاء النظام في وقف هذا التعذيب الممنهج والإفراج على المسجنين ما كان في أستانة وآسف للإطالة ما جرى في أستانة من وعود من الروس ومن الدور الضامنة بتحقيق اختراق في هذا الأمر لم يتحقق منه أي شيء ولم يكن أكثر من تمييع للعملية وجعلها في إطار للأسف في عادة تأهيل النظام وهذا ما يفعله الروس في هذه الأوقات اللافت دكتور هشام أنه بحسب المرصد السوري أنه النظام سلم أمانات السجل المدني هذه المؤسسة التي تعنى بتسجيل الحالة العائلية للسوريين سلمهم أسماء آلاف المعتقلين الذين قضوا في السجون ويعني اللافت أنه بكل بساطة توضع كلمة متوفة إلى جانب الإسم الأسماء المدرجة هل تعطى بحسب معلوماتك أسباب للعائلات أسباب الوفاء ما الذي حصل تحديدا كيف توفي وكما نعلم الكثير من هؤلاء هم من الشباب يعني ليسوا من من كبار السن الذين قد يتوفون لأسباب طبيعية ولكن هل تعطى أسباب للعائلات بهذه المسألة الأسباب التي تقدم هي ليست الأسباب الحقيقية أحيانا يكون بسبب توقف دقات القلب أحيانا يكون بسبب ارتفاع الضغط أحيانا يكون بسبب جلطة ما تأتي يعني هذه الأسباب ليست هي الأسباب الحقيقية حسب القانون الدولي حسب ما يجب على الجهة التي تعتقل السلطات التي تحتجز موقوفين أو معتقلين أن تبين وأن تثبت أن سبب هذه الوفاة كانت طبيعيا أو كان بأسباب أخرى وهذا واجب عليها كما قلت حسب القانون ولذلك الشهادات الوفاة التي تأتي بجهة متوفة أو وفاة طبيعية هي لا تعكس الحقيقة على الإطلاق والسوريون يعرفون هذه الأشياء من معاناتهم الطويلة لنظام الاستبداد والفساد من أيام الأسد الأب وحتى هذه الأيام ولم تقم كما قلت ثورتنا إلا من أجل الخلاص من هذا من هذا الاستبداد الذي تمثل بهذا طريقة الهمجية من تعذيب وقتل السجون ومصادرة الرأي بالمناسبة كلهم شباب وأكثرهم شباب ومنهم السلميون أكثرهم سلميون يعني هؤلاء في عمر الورد منهم أطفال ومنهم نساء يعني ما يجري في سجون سورية من اعتقالات يكشف حقيقة الوجه الحقيقي للنظام الأسد الوجه الذي فعلا ينقلك مباشرة إلى أيام الحرب العالمية الأولى والثانية وسجون التعذيب هولوكوست ألمانيا وغيرها من هذه السجون نحن أمام أزمة إذا لم يتدخل مجتمع الدولي والآن فرصة كما قلت من خلال الضغط على الروس لإدخال لجان تحقيق ومتخصصة للكشف عن مصير المزيونين عندما تتحدث المنظمات الحقوقية عن توثيق بعض الحالات هذا لا يكفي لابد من تحريك دعاوة لابد من الضغط بكل الأشكال منظمة الممتحدة نعم بدي أرجع دكتور هشام بعد شوي للحديث عن ملف المعتقلين في أي محادثات تجري أو ستجرى في المستقبل ولكن دعني أسألك عن نقطة أخرى فيما يتعلق بهذه المسألة ماذا عن تسليم الجثث لذوي المقتولين أو المتوفين هل يتم تسليم أي جثث أو رفات أو شيء من هذا القبيل بحسب معلوماتك المعلومات المتاحة الآن هؤلاء الآلاف الثمانية الذين تم تسليم أسماؤهم المسألة اكتفت بأن راجعوا سجلات السجل المدني أو دوائر النفوس نجل استلام شهادات الوفاة ولم يسلم جثث هذه المسألة تؤكد لنعود قليلا إلى تقرير قيصر سجل حوالي إدى عشر ألف ضحية تمت أو قضت في تحقيق مصورة هذه وكلها معروفة خمسين ألف صورة لإدى عشر ألف ضحية قدمت ونشرت صورها في لون المتحدة سواء في جينيف أو في نيويورك وقدمت حتى لمجلس الأمن المداخلات حول هذه الجرائم الأصل للأسف شديد حتى كما قلت في فرع 215 سيئة الذكر وخيره من الفروع عندما يتم تصفية قتل المساجين لا يتسلم جثثهم تدفى مدافع جماعية بدأ من أيام تدمر يعني على المجازر الجماعية بدأت من ذلك الوقت وتم سجنها وقدمت دفن الجثث ولم تسلم إلى أهاليها حكاية الجثث حكاية غير مفهومة بالنسبة للنظام لعل هناك بعض الحالات التي قد تكون يدخل فيها بعض الجهات وقد يدفعون يدفع الأهل ثمنا باهظا لاستلام جثث أبنائهم أو ضحاياهم هذه المسألة موضوع الجثث لا بد النظام يريد أن يخفي آثار التحليل العلمي أو الطبي أو التشريحي لجثث لمعرفة ما يجري فيها هذا فضلا عن أخبار عن بيع الأعضاء وغير ذلك مما سمعنا عنه ونعمل على توفيقه نعود إلى مسألة طرح هذا الملف دكتور هشام في أي محادثات أو مفاوضات تجرى سواء في مسار أستانا في مسار جنيف في مسار المسارات المختلفة الأخرى هل هناك تركيز كافي على هذه المسألة هل هي أولوية هل يتم بحثها أم أن الأولويات الأخرى التي نسمع عنها الدستور وإلى آخره هي أهم في هذه المحادثات ملف المعتقلين تبقى له الأولوية والأهمية متزامنا ومتوازيا مع باقي المسارات وفعلا في أستانا واحد وحتى أستانا عشر تم موضوع بحث موضوع الموضوع المعتقلين وجاءت وعود وشكلت لجان من أجل إحداث أي اختراق في موضوع المعتقلين للأسف الشديد النظام وحلفة النظام لم تبدو ولم تظهر منهم جدية مطلوبة من أجل معالجة هكذا حالة السجراء موجودون السيون موجودة والقدرة على الإفراج عنهم متاحة لهذه الدول التي تتحكم بالمشهد وقرار السلطة في سوريا ومع ذلك لم يتقدم فهم شركاء في مسئولية عن مصير هؤلاء وعن ما يلاقيه هؤلاء من معاناة ومن قتل وتعذيب ومنهج في السجون في جينيف أيضا كان ملف المعتقلين حاضرة من شكل دائم وشكلت لجان تعمل في هذا الأمر أيضا على مستوى الاتلاف على مستوى شكلت تهيئة الوطنية للموضوع المعتقلين وتعمل ما بوسعها من أجل متابعة هذا الملف المنظمات الحقوقية المنظمات المجتمع المدني الهيئة التفاوض أيضا عندها لجنة متخصصة وتعمل على إعداد ملفات المعتقلين وتقدمها دائما في عملية التفاوض ملف المعتقلين لم تخلوا منه طاولة مفاوضات موضوع لجنة دستورية أو الانتخابات أو ملف الحكم الانتقالي أو الحلول السياسية هذا يأتي بالتوازي وخصوصا أن قرارات مجلس الأمن بدءا من بيان جنيف الذي أصبح جزءا من قرار دولي بقرار 2018 ثم 2054 كلها تنص على الإفراج على المعتقلين وإعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم شكرا جزيلا لك الدكتور هشام مروع عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطن السوري كان معنا مباشرة من جدع ترجمة نانسي قنقر